السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي ما يعرف كيف كانت المراعي والغابات في السبعينات يتفرج معي الآن كانت هكذا كانت الأشجار هكذا يكون في شجرة ونصف متر في شجرة أخرى ما يستطيع الإنسان أنه يمر بينهم نهائيا هكذا يا دوبك تمر على الأطراف أو لا هكذا تعيش الخيال هذه شجرة الصغط وهذه صغط بجوارها وهذا اندقفورة وهذه صغط أخرى وهذا الثور يعني الغابات هكذا كانت في ضفار في السبعينات ما في مجال أنك تمشي لكن وحمد الله في بعض الأماكن هنا في رخيوت نمت فيها بأحجام بأعداد كبيرة جدا كل هذه عبارة عن أشجار صغط على الطريق هذه أشجار الجيل الجديد صار العمر هنا يمكن عشر سنوات كلها نفس العمر لكن اللي موجودة في الأماكن شديدة للانحدار وصلت ارتفعت وصار عندها نوع من الحماية اللي مفتوحة للمرعة صار عندها يعني تكافح من أجل البطاعة هذا المجموع الشجري العدد كبير جدا هذا كله معرض للانهيار بسبب الرعي الجاير وللأسف الشديد يعني ما حد تمكن يعمل له سياج يمكن إجراءات مواناة حكومية وهاكذا لكن هذه تحتاج أن يتم الاهتمام بهذه المحاولة الأنظمة البيئية أن تستعيد عافيتها يجب أن يتم الاهتمام بهذا الموضوع ما يترك هكذا للرعي الجاير هذه المجموعة الأخرى من الأشجار ممكن متر ونس ما طلعت أكثر من متر ونس تكافح من أجل البغاية هذه الشجر الصغط ارتفاعها أقل من نس متر ما شاء الله الجذع مالها فوق الواحد سانتي القطر وستطاعة تكافح من أجل أن تعيش علم أن عليها الرعي هائل جدا من شهر تسعة حتى شهر خمسة والحيوانات ترعى وإذا نمى لها أي شيء تأكلها ومع ذلك استطاعة تصمد لماذا؟ لأن البعض توفيق من الله سبحانه وتعالى البذرة إذا نمت في البرية يكون عندها قدرة هائلة على النمو وقدرة هائلة على التجذر وعلى السمود لكن لو كانت هذه شتلة لكانت تنزعها ناقة واحدة وانتهت القضية حتى يتحسن المرعاة حتى يتحسن الرعي حتى يتم التخفيف من الأحيوانات يجب أن نستمر بنشر البذور المحلية وزرع الشتلات المحلية ما شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر